الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المضطوب عليهم ونالضالين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابلك سعق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعيع التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي لي بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحسن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بالذي وحسني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني يذهبوا فتحسسوا منه يوسف وأقيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأغفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجسل تصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأقيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد أترك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يضفر الله لكم وهو أرحب الراحمين اذهبوا بطبيصي هذا فألقوه على وك أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجدري حيوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فاردد بصيرا قال ألم أقل لكم إني يعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبان استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوين فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوين وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمين ورفع أبويه على العرش وخطوا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزر الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة